تتواصل بإيسة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيوان في جولتها التوعوية بهدف تطعيم يحمي حياة الجمال في كافة الأراضي الوطنية وها هي وصلت إلى ولاية إنادي الغربية بالتحديد في كل من مقاطعة أرشي وتربول ومرشا وما زالت حملة رطعيم الإبل مستمرة والوفد عازم على توصيل هذه الرسالة النبيلة إلى جميع الرعاة في المدن والقرى والأرياف أهالي مقاطعة تربول شكروا الوزير والوفد المرافق له على المجيء إلى هذه المنطقة وتحت حادة طقس البارد فبدورهم شرحوا كل المشاكل التي تواجه حياة البرية في الإقليم الوزير من جانبه أكد بأنه يأخذ كل مطالبهم بعين الاعتبار وطلب منهم التعاون مع البيطاريين في الولاية حتى يتم التطعيم على أكمل الوجه كان لديل المدرات التطعيم وطلب من أغاوس لاعتبار وطلب من المدرات التطعيه إلي Himbe في الميزان أبو في المدين من أني تتعلمونه يمكننا أن نحمل جمال محمد كنت تتعلمون أيامات الأولى كنت تدري إلى المدينة وأنتم في المدينة الأولى أن تعاجون كل الناس نعمل على عدد الله ومن المنطقة لن نؤكد من أني دخول فقط إن تتعلمون جدا لكن شغل بدر لمالكك أينما نسوه أيننا جيدين نخدمكم أنتو نخدم المال بنفس الرسالة والهدف التقى الوزير عبد الرحيم عود الطيب مع سكان مدينة كليت بحضور السلطات الإدارية والأسكرية والتقليدين وقافلة التوعية واصل في المهمة إلى أن وصل إلى مقاطعة أمشلوبا الواقعة في محافظة جنوب بركو واستقبل من قبل محافظ المقاطعة والرعاة ينتظرون الوفد بشوق ولهفة وتبادل الوزير مع الرعاة التفاصيل المهمة وقافلة التوعية واصل في المهمة إلى أن وصل إلى مقاطعة أمشلوبا الواقعة في محافظة جنوب بركو واستقبل من قبل محافظ المقاطعة والرعاة ينتظرون الوفد بشوق ولهفة وتبادل الوزير مع الرعاة تفاصيل مهمة هذا فإن الوفد بعد كل من ولاية إنادي الشرقية والغربية يتجه إلى ولاية وادي الفيرة لكي يلتقي بالرعاة هناك